اليوم جايب لكم شيء من الجنون الانجليزي هذا هو الاندروفر دفندر يجب مكينة 8 سلندر 5 لتر سوبر تشارج بقوة 518 حصان وعزم 625 نيوتن متر على ربع طبعاً يجب حساسات تمامية وحساسات خلفية وخمس كاميرات بالإضافة إلى وجود إنارة وهذا هو شكل السيارة الجانبي مع وجود جنوط 22 إنش وعلامات V8 بالإضافة إلى فرامل من برمبو وهذا الشكل هذا الوحش من وراء مع أربع فتحات للرقزوس بالنسبة لشنطة الدفندر يجب إنارات داخلية بالإضافة إلى منفذ كهربائي تحكم بارتفاع ونزول السيارة وزر خاص بالهوك وبالنسبة لداخلية السيارة يجب مجموعة من المواد مثل الجلد والبلاستيك لسهولة التنظيف نظام صوتي من مريديين ومقاعد كهربائية عليها قماش وجلد بالإضافة إلى الشمواه في النص بالنسبة لداخلية السيارة يجب درق سومن الشمواه هنا من إضافة طابع رياضي شاشة عدادات شاشة رئيسية مقاس 11.40 تحكم بعدادات الأفروض كتابة ديفندر أماكن للتخزين حامل أكواب شاحن لاسلكي ثلاجة بالإضافة إلى وجود فتحة سقب بانورامية وفتحات جانبية والحين تعالوا سمعكم صوت السيارة وفتحات جاكة وفتحات جاكة ويركي ندار داخل